اذا ممكن عشان نقول يمكن في ناس بتدخل متأخرة على الحلقة ايه الفرق بين الوسيط والشفيع اتفقنا في بداية الحلقة ان المسيح يعمل عمل الوسيط بين الخاطي وبين الله القدوس المصالح اللي ياخد ايد الانسان الخاطي العايز يقترب الى الله القدوس فيدخل به في كفاية عمله الكفار فوق الصليب فالله القدوس يقبل الانسان النجيس في هذا الوسيط الرب يسوع المسيح ويعني اتكلمنا طبعا باسهاب نوعا ما عن موضوع الشفاعة المسيح الشفيع ايه الرسالة اللي عاوز توصلنا اياها من خلال المسيح الشفيع عايز اقول انه عمل المسيح وخدمة المسيح لاجلي انا كمؤمن لم تنتهي انه خلصني وفداني مع اني دي كتير اوي ولم تنتهي انه انقذني من الجحيم واعطاني حياة ابدية لكن قال واحد من المرنمين معي برحلة العمر بطول العمر يرعاني المسيح معي يضمن وصولي الى السماء من خلال وجوده في السماء هناك لاجله يدير كل ما يخصني اولا يحفظ مكانتي وعلاقتي مع الاب في خلال حمايتي في كفارة شفاعته وايضا يحامي عني اخ نزار ضد هجمات الشيطان المستمرة وشكوى ولسيما ان الشيطان يستخدم اخطائي كمؤمن ويستخدم زلاتي كمؤمن يضعف في البرية ويذهب بها الى حضرة الله الشيطان طالع مع حاجات وقعية بيقول لله فلان غلط وهناك اللي يضمن وجودي قدام الاب ويرد على شكوى الشيطان هو شفاعة المسيح وبحب اول اية العبارة الجميلة اقولها مرة تاني من سيشتكي على مختار الله الله الذي يبرر ان كان الله بررني هل بعدما الله قال اني لي يتبرر بدم ابني يقدر واحد يسحب مني التبرير تاني الاجابة لا ولماذا لان المسيح 24 ساعة العمر كله يغطيني بكفارة شفاعته ويغطيني بعمله الكامل فوق الصليب موسيقى 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 اشتركوا في القناة